أهل الكهف ظلوا نايمين 300 سنة لحتى فاقوا وتفاجئوا بالأسعار نحن بكفي تعمل قيلولة بعض الظهر إذا قدرت تتنام بهالشوب يعني لحتى تقوم وتتفاجئ بهالأسعار ما بعرف يعني ضل شي ما دوبة لسعره الناس عموا طالب أنه يا جماعة يلي بيعرف شي لسه ما ارتفع سعره بهالبلد ياريت يخبر التجار يعني مو حلوة بحقنا قد ما كان نحن ما بناكل مال حرام تجارنا الكرام الله يعطيكونا العافية عم تبهرونا يوم وردتاني ببراعدكن صدق من قال انه التجارة شطارة يا شطورين انتو وأكيد هيك الأسعار صارت بسبب ارتفاع سعر الصرف مو نحن حفظنا الدباجة هاي المكررة من 13 سنة لهيك ما يهمكن أما بالنسبة للجنة المشتركة يلي باشرت عملها بعد الجلسة الاستثنائية يعطيكونا العافية الناس عم تربط بين تشكيل هاللجنة وبين رفع سعر باقات الانترنت وسعر تأمين المركبات وسعر البنزين الاوكتان هل لكم علاقة دخلكم شي بها الرفع ولا انتو برا السيرة لك هيك بتعملوا فينا صح لك بيقولوا ضربتين على الراس بتوجع ما بايكن تلات ضربات على الراس بيوم واحد يوم 37 كان يوم الرفع العالمي بس فعلا لجنة استثنائية يلي بيرفع سعر ثلاث شغلات بيوم واحد هو استثنائي أما زيادة الرواتب فصارت قريبة جدا لسه كم قرار ليلي ان شاء الله هو بيمشي حاله كان الواحد بده يشتغل ليل النهار من زمان لحتى يقدر يصرف على عيلته أما من اليوم صار الواحد لازم يشتغل هو وأشباهه الأربعين ليلحق على هالمصروف يلي بالسوء شكرا